كنت مفكر أنه راح أشتري الآيفون 14 برو جديد وأجرب الجهاز وأسوي له مراجعة وبعدين أرجع أبيع معظم الأجهزة اللي بالقناة أسوي وياها هذا الشي بس مع هذا حبيت أنتظر شوية لحين ما ينزل سعره بالعراق ولكن مع كثرة المراجعات وتجارب المستخدمين حول العالم حسيت أنه فعلا سلسلة الآيفون 14 جديدة لا تستحق الشراء وبهذا الفيديو راح أقول لكم ليش شلونكم شاكم معكم إن شاء الله لكل بخير وبصحة تمام بالبداية خلنسولف عن الآيفون 14 الاعتيادي وليس البرو شركة أبل أعلنت عن آيفون 14 و14 بلس البلس هو اللي بشاشة كبيرة وهذا هو الفرق الكبير بينهم بالإضافة إلى البطارية بحكم أنه حجم أكبر ولكن المزعج بالموضوع أنه المعالج اللي راح يجي بالفورتين هو نفس معالج الآيفون 13 البايونيك اي 15 وتقريبا نفس المواصفات والتصميم ماكو فرق بين الثيرتين والفورتين فالسؤال هو ليش نشتري الفورتين والثيرتين أرخص منه بنفس مواصفاته طيب الفورتين أعتقد الأغلبية متفقين على أنه الجهاز وكأنما نزل يعني مجرد مضطرة أبل تنزله ومع أزمة أشباه المواصلات أعتقد كان لابد أنه أبل تنزل هذا الجهاز بالمعالج مع العام الفات اللي صراحة يعتبر من أقوى المعالجات بالعالم ما أنكر هذا الشي بس الآيفون 14 برو والماكس لا هنا لازم نقعد ركبا ونص مثل ما نقول بالعامية الآيفون 14 برو جديد مثل ما البعض قال المفروض أبل تسمي آيفون 13S باعتبار التطور بيم وذاك التطور نبديها بالكاميرا الرئيسية الجديدة واللي تجي بدقة 48 ميجابيكسل ولكن اتضح أنه دقة 48 ميجابيكسل ما تشتغل إلا بنمط البرورو وبهذا النمط الصور رح يكون حجمها كبير ويوصل حجم الصورة الوحدة حتى قريب 100 ميجابايت واللي هو رقم كبير لصورة واحدة مع الأخذ بنظر الاعتبار الآيفون ما بإمكانية إضافة ذاكرة خارجية فمعناها أنت رح تكون عندك مشاكل بامتلاء الذاكرة مع مرور الوقت وبالتالي رح تضطر تخلي الإعدادات على الافتراضية واللي هي 12 ميجابيكسل نجي نسولف عن الديناميك آيلاند أو النوتش الجديدة نعم هي شي جديد ومختلف عن النوتش السابقة ونعم هي تقدم بعض الميزات أو الإضافات من خلال الانيميشن والتفاعل مع التطبيقات ولكن هي ذا تاخذ تقريبا نفس المساحة اللي كانت تاخذها النوتش السابقة يعني ماكو استغلال للمساحة بشكل تقدر تقول عن نتطور فعلي نقطة أخرى أحب أضيفها بخصوص اللون البنفسجي هذا اللون اللي المفروض يميز الآيفون 14 برو الجديد ولكن بالحقيقة اللون يختلف في الصور عن الواقع بالفيديو هذا مهند محسن من قناة التقنية العربية على اليوتيوب أخذ وقت طويل مع برامج المونتاج حتى يقدر يطلع الموبايل بلون بنفسجي واضح نترك البنفسجي ونجي نسولف عن ميزة الـ Always On Display الميزة اللي طال انتظارها على أجهزة الآيفون وبرغم أنها إضافة حلوة على الآيفون 14 برو إلا أنها من خلال تجربة الكثير اتضح أنها تسبب استهلاك قوي للبطارية وصحيح ميزة الـ Always On Display هي على أي جهاز تستهلك من البطارية ولكن لأنه مع الآيفون الشاشة ما رح تطفى كليا وإنما رح تنزل لأقل إضاءة وهرتزية ممكنة فهذا الشيء مهما كان اقتصادي فهو يبقى مستهلك للبطارية طبعاً الآيفونات الجديدة تجي بميزة إرسال رسائل طوارع عن طريق الأقمار الصناعية ولكن هذا الشيء غير متاح في العراق ولن يكون حتى في المستقبل ونجي هسا للخلاصة الآيفون 14 برو يجي بمعالج البايونيك A16 هذا المعالج يجي بمعمارية 4 نانو متر معالج رح ينطي أداء ممتاز بالإضافة إلى معالجة مميزة للصور الملتقطة بالكاميرات ولكن السؤال هو هل أكو فرق فعلاً ما بين الثيرتين برو والفورتين برو؟ ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنه الثيرتين برو حالياً سعر غالي بالعراق وحتى وأن استقر بعد فترة قصيرة ففارق السعر بين الثيرتين برو والفورتين برو من وجهة نظري يرجح كافة الثيرتين برو اللي يعتبر من ناحية المواصفات قريب ومتطابق إلى حد ما في تفاصيل كثيرة وحتى المعالج الآيفون يعتبر معالج قوي على الآيفون الثيرتين برو فبالنسبة لي أشوف الأفضل أنه يأما تنتظر الآيفون ففتين برو السنة القادمة أو تاخذ ثيرتين برو إذا محتاج جهاز آيفون بمواصفات قوية في الوقت الحالي أما بالنسبة للآيفون فورتين برو فصراحة أشوف خيار ما يقدم الكثير قياساً بسعره الكبير بالنهاية أشكر الصديق المبدع مهند محسن من قناة التقنية العربية على لقطات الآيفون فورتين برو اللي دزل إياهن وإن شاء الله أعجبكم هذا الفيديو إذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معارف آتي اشتك تسعة ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم